اشتركوا في القناة دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة العلاء واكد النائب احمد صباح السلوم انه يجب على السلطات في الدوحة وقف التضييق على بحارة البحرين ومصادرة ارزاقهم ونوها الى انه يجب ان ترفع قطر الحجز عن القوارب والبوانيش التي تحتجزها منذ سنوات من اجل تسليمها الى البحارة ليتمكنوا من ترتيب اوضاعهم وقال النائب باسم المالكي ان استمرار قطر في اعتراض وتوقيف البحارة وصيادين البحرينيين واحتجاز قواربهم وتعريض حياتهم وارزاقهم للخطر يمثل تهديدا للامن الوطني والغذائي لمملكة البحرين مؤكدا ان استمرار قطر في توقيف البحارة يمثل استمرارا للنهج العدائي السابق وغير الانساني ضد البحرين لافتا الى ان هذه الاعتداءات القطرية المستمرة منذ اكثر من عشر سنوات تمثل تعقيدا لأي تقارب من جهته اكد النائب احمد الدمستاني ان البحرين دائما في مقدمة مدل يد واحترام المبارئ والقيمة منوها الى ان ما قامت به قطر مع البحارة البحرينيين واحتجازها للقوارب والبوانيش تصرف غير مقبول واكد النائب بذر الدوسري انه على الرغم مما جاء في بيان قمة العلا وتأكيد على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة الا اننا شهدنا في الايام السابقة العديد من الاعتقالات التعصفية لابنائنا البحار البحرينيين من قبل السلطات القطرية مؤكدا ان هذه التصرفات تؤكد بشكل واضحا ان قطر لا تريد المصالحة عبر تصعيدها المستمر وعدم رغبتها في الحوار وحل هذا الامر